يا صباح السعادة وصباح التفائل ان شاء الله تعال نشوف الجمال اللي ده عملنا ازاي انا جبت الليفت من السوق تنقل الليفتاية اللي هي تقيلة مش الخفيفة التقيلة دي بتبقى حلوة مش شيخة اما الخفيفة بتبقى عاملة زي السفنجة دي معلومة خلي بالك منها وانت بتشتري الليفت متجيبهش اللي هي الخفيفة عشان بتبقى زي السفنجة من جوة كده انا جبته نضفته وغسلته هنشوف مع بعض هنعمله ازاي هنعمله بطريقة بسيطة وجميلة وشكل انا رحت عندي بنتي خلتي فلاقيتها عاملة فعجبتني طريقتها جميلة وحلوة قوي قوي هنشوفها مع بعض زي ما انتو كده شايفين ما شاء الله اللهم مبارك طري وجميل ازاي شايفين قلبه من جوة مش عامل زي السفنجة ولا بقى حاجة خلي بالك وانت بتشتريه هو دلوقتي طيق مال السوق جدا هلحق وهتيه لان طبعا هو بيبقى في ايام الشتة مال السوق ولو اشوف لو انا جايبة حوالي تلاتة كيلو اتنين كيلو هيعمله ما شاء الله معايا قد ايه شايفين ما شاء الله اللهم مبارك وحبتدي اقطعه معاكو شايفين صغيرة كده انا بنتي خلتي القطع عاملها صغير كده بحيس ان انت تاخد القطع على مرة واحدة مش تناخد قطع انا نبدأ ناكل منها قطمة ونستنى تاني ناكل منها تاني لا هي يدوبك مرة واحدة على البقى جميلة جميلة ما شاء الله اللهم مبارك شايفين نعمل ازاي طازة وجميل ما شاء الله جميل انا كده هقطع الكمية وانشوفها معاكو انا كده قطعته خلاص وزبطته وانا كنت قابليها بيوم مسكت نص بنجرايا شايفين ما شاء الله تقطع صغير وجميل ازاي مسكت نص بنجرايا وبشرتها بالمفشرة وغلتها شوية في المية وسبتها للصبح لما جيت اخليل غاية المية كده بعد ما غليته طبعا مش غامق زمانتو كده شايفين لان الاضاءة مش مبينة لونه غلتها من بالليل وسبت المية لما بردت الصبح وحبتدي اخلل بيه الليفت بتاعي معي الليفت جميل جدا انا هعمل تلاتة كيلو اه تلاتة كيلو يبقى حط عليه تلاتة معالق سكر السكر طيب ليه السكر بيخليه ارمش وجميل لاخر واحدة ما بيتراش هحط على تلاتة كيلو تلاتة معالق كل كيلو عليه معالق وححط حوالي ست معالق ملح هحط على كل كيلو تلات معالق ملح يعني انا عملت تلاتة كيلو يبقى ححط عليهم حوالي تمانية مش هخليهم تسعى لان طبعا الليفت عامل زي البطاطس بيمتصل الملوحة بسرعة فانا هقلل الملح شوية وبعد كده ابقى دوق الملح بتاعه لو لقيته محتاج هزوده مش محتاج يبقى كده مزبوط وطبعا لو ما عندكيش طوم فرش اممكن لو عندك طوم بودر زي كده هنحط معالقة صغيرة عالكمية بتاعتي لو ما عندكيش فرش مش مشكلة هحط عليه كمان معالقة كوزبرة نشفة وهحط عليه لو انت بتحبيه سبايسي بتحط عليه شطة زي ما انت حب الميدر انا طبعا مش متحب بحرقة وفي هحط معالقة مش مليانة صغيرة وهبتدقلب الخليط بتاعي ده كله كده على طول وهجيب البطرمان بتاعي وهجيب كمان حوالي نص بنجرايا وهقطحها ومع ارنيفلفل اخدر وهبتدقى احط في البطرمان بتاعي انا عملت حوالي نص بنجرايا كده صغيرة وارنيفلفل وهبتدقى عبي الليفت بتاعي شايفين ما شاء الله الله مبارك جميل 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 وما بياخدش وقت وانا طبعا كده اعتبر انها غليت المية وسبتها لغاية تاني يوم لما جدت انا كده خلصت الكمية بتاعتي طبعا التلاتة كيلو اللي انا جبتهم حطتهم على بطرمانين ما زودتش وحط بقية النص البنجرايا على الوش حطت نصها في ارضية البطرمان وهحط كمان ارنيفلفل معاه بيدي له ريحة حلوة قوي قوي هكمل بقى كده بقية البطرمان والكمية التانية هعمل بقية في بطرمان تاني شايفين ما شاء الله وحبتدي ازود المية طبعا انا مش هحط المية دي كلها لانها عاملها على التلاتة كيلو والتلاتة كيلو مش بطرمان واحد فانا مش هحطها كلها طبعا اللي على الوش ده البنجر لما اللي انا كنت بشرة وغليت فيه المية انا بعد كده هبتدي هزود عليه مية طبعا طبعا كنت غليها برضو وبردت علشان الكمية بتاعت شايفين المية بتاعت الغاتفين مش هزود اكتر من كده علشان هو طبعا بيزيد مع ايه الوقت شايفين ما شاء الله اللهم ببرد عامل ازايه وهسيبه بقى وبعد كده ان شاء الله هنشوفه مع بعض كده انا هقلبه كل يوم بقلبه شوية علشان كله ياخد اللون بتاع البنجر الجميل الحلو ده ما شاء الله هبتدي احط على البطرمان كيس طعام وهقفله عشان امنع عنه اي هوا يقشله وهسيبه وهشوف هياخد معي كام يوم في التخليل وبعد كده هنشوفه مع بعض بعد ما يتخلل ان شاء الله كده كان الليفت بتاعي بعد اربعة ايام شايفين جماله ما شاء الله اللهم مبارك اتخذ معي اربعة ايام بس بس كان طعمه تحفه وجميل ما شاء الله شايفين جمال الليفت بعد اربعة ايام بالزب شايفين استوى وبقى جميل وشايفين جماله وحجمه جميل 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 طريقة بسيطة وسهلة وجربوها ان شاء الله شايفين جماله ما شاء الله اللهم مبارك بعد اربعة ايام عامل ازاي تحفه ممكن بقى تكلي مع طبق ملوخية مع طبق بصارة طبق عدس يا سلام بقى على طبق الفلو الطعمية معاه فضيع مع المحشي يعني جميل جميل الحقيهاتي كل انا جده بقولكو كان ممتاز وطعمه ممتاز بعد 4 تيه يا سلام علفت بقى جنب الاكل طحفة جربوه مش هتندمو واشوفكو في فيديو تاني ان شاء الله